بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع حلقة جديدة من برنامجكم لماذا تركت الوهابية يقول أخونا نشأت في بيئة متدينة أستمع لخطب الجمعة من شيخ متصوف في منطقة وكان يعطي دروسا متنوعة إلى أن انتقل هذا الشيخ عنه وأصبح فقط يخطب الجمعة لأنه عين إماما راتبا في منطقة أخرى فأصبحت أبحث عن دروس الدينية في وسط الأسبوع حتى وجدت الوهابية أحدهم يعطي دروسا عن الجنة وبعد درسه رأاني أحد الوهابية وقالي أحضر معنا دروسا لشيخ وهابي فحضرت معهم وكانت درسه في الأصول الثلاثة واستقبحت منهم التجسيم جدا بالفطرة هذه حقيقة أكثر المسلمين يشمئز من التجسيم بالفطرة فلابد أن يغذى بهذا وأن يخدع وأن يوهم بأن هذا هو الكتاب والسنة فالناس يفرون من هذا حقيقة حدثني أحد رجال الأعمال المصريين قال يعني كان مسلما هو لكن لم يكن متدينا ملتزما يعني هكذا قال فنويت أن ألتزم الدين الصحيح وآه كذا يقول فذهبت وعدمرت وإذ بيسمع درس لبن عثيمين يقول فوقف الشعر الرأسي هو هذا الرجل ممن درس الثقافة الأمريكية ودرس في جامعة أمريكا ودرس النصرانية جيدا واليهودية فيقول إنا الله وإنا إليه راجعون وكنا نراه في اليهود والنصارى من تجسيم صرنا نسمعه من هذا الرجل يقول فهكذا حصل لدي اضطراب كبير ظننت أن هذا هو دين المسلمين فيقول بقيت في هذه الحيرة حتى أرشدني أحدهم إلى الأزهر الشريف فسمعت علماء الأزهر ويذبهم على عقيدة مخالفة تماما التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة وليس عقيدة الوهابية إذن استقباح التجسيم بالفترة هذا موجود عند كثير من الناس ولم أرتح إلى كلامهم في التجسيم قرابة ستة أشهر ثم أخرجت من ذهني وفكري التفكير في ذات الله عز وجل أيضا من وسائلهم خلاص لا تفكر يعني الله له أعضاء وله كذا ما يقول أعضاء لكن يعني يفهمك إياها لكن بطريقة ملطفة قليلا الفوزان يقول يعني مثل عها عندنا تسمى جوارح لكن لا نستطيع أن نصرح بأنها جارعة لماذا لأنها قد تكون وقد لا تكون لأن هذا غيب يعني هكذا ألقاه في اليوم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ثم أخرجت من ذهني وفكري التفكير في ذات الله عز وجل وجاء لي قريب في يوم من أيام هو شيخ من الأزر الشريف وقال لي إن الوهابية يكفر بعضهم بعضا وقال لي علينا أن نتبع المذاهب الأربعة وأكرم بها من نصيحة من هذا القريب ولن أنساها له ما عشت وهو لم يكلمني في هذا الموضوع وأنا مع الوهابية إلا تلك المرة وكفى بها من مرة فقد كفت معي فانتهيت عن الذهاب إلى الوهابية لكن احتجت إلى من يوضح لي بالبرهان فقد انتهيت عن الوهابية لكن ما هي الجهة الأخرى التي تمثل الدين الصحيح ومع العلم أن أسرتي أسر علمية أشعرية قد قالها لي أحد الوهابية أنتم أسرتكم كلها أشاعرة وكنت حينها في بداية الثانوية وبالي مشغول أريد من يدلني ويوضح لي الحق بأقصى وضوح ثم ذهبت إلى العمرة وزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الروضة الشريفة دعوت الله أن يدلني على شخص يبين لي ويوضح من هم على الحق هل هم الوهابية الذين انتهيتوا حاليا من صحبتهم أم هم المشايخ الآخرون وهم أسرتي ومن يرتدي العمائم الأزهرية ولم أكن أعرف حينها ما معنى الأشعرية وعندما عدت من العمرة سبحان الله كشف الله لي خبث الوهابية فقد أكثر من الكلام الكاذب على الشيخ المتصوف الذي يخطب الجمعة بمنطقتي وقالوا عنه إنه ساحر وأنا موقن تماما أنه ليس بساحر كما أنا موقن بأني حي الآن فعرفت أن ذلك من كذبهم وأنهم يكذبون على خصومهم وأيقنت تمام الإيقان أن الكاذب لا يمتلك الحق وللأمانة عتبي على الشيخ المتصوف أنه كان يداري ويلاطف الوهابية كثيرا جدا وهم لا يزدادون إلا تكفيرا فيه ورميا له بالأكاذيب والأقواصيص التي لا تصدق أو لا تصدق ثم جمعني الله بمن يدلني على إجابات أسئلتي وكان أهم سؤال لدي لماذا نكره الوهابية وكان جواب الشيخ الذي سألته لأنهم قتلوا الكمة الهائلة من المسلمين وقلت في قلبي هذا شيخ معالم ولا يكذب وكنت حينها في السابعة في السابعة عشر من عمري وكبرت وقرأت قتل الوهابية المسلمين وكان كلام الشيخ صحيح ومن يقبط المسلمين لا يكون على صواب إطلاق وكان أهم معلومة علمتها من هذا الشيخ أن الله أعلى من الزمان والمكان وذهب عن قلبي بهذه الكلمة كدر كبير كان بقلبي من تجسيم الوهابية حتى وإن كنت لا أفكر في هذا الموضوع إلا أن الشيخ لما أوضحه كان أهم كلمة سمعتها في حياتي كلها مع العلم بأن الشيخ المتصوف كان له فضل علي في تحبيبي للدين منذ كنت صغيرا ولا أنسى جميله في خطبه ودروسه جزاه الله خيرا في قصة أخينا هذه أشياء طبعا بعضها متكرر أن الوهابية يستحلون الكذب على المخالف هذا صحيح ويؤلفون قصص وأشياء وكذا في كل شخص أنا حقيقة كانوا يؤلفون عني قصص وأنا ما كنت ما سمعت بها من قبل حتى جاء أخوان زميلان صديقان أساتذة في الجامعة رأيتهما في منطقة في دمشق قريبا حديقة اسمها حديقة بن عساكر في هذا الشارع يعني كان بين المعاد لكن رأيتهما في ذلك المكان وهما يتهامسان أحدهما يقول للآخر نقول له أو لا نقول له فاتفق أن يقول لي قال ما رأيك بالموضوع الفلاني والقصة الفلانية وأنت فعلت كذا وكذا في يوم الأيام وكذا قال والله أول مرة أسمع وقصة محبوكة يعني بتقان وعليها شهود فلان وفلان وقلت أنا استعملنا إلى الشهود ذهبنا إلى الشهود وإذ بهم يقولون لم نسمع بهذه القصة من قبل ومثل هذا الكثير فالذي يشغل باله فيه يتعب كثيرا يؤلفون القصص ألفوا عن الإمام المآمد لأنه ما كان يصلي ألف ابن تيمية أتى بها ترقيع وحدثتني عجوز وحدثت قصص من هذا القبيل أو ربما أسناد تالف كعادته في النقل عن أهل السنة أن الإمام الآمدي ما كان يصلي كبير فقاء الشافعية وكان يضعون له حبر فيبقى الحبر على رجله عدة أيام يعني إذن ما كان يصلي ألفوا عن الرازي أن الرازي رحمه الله كان ساحرا وكان له كذف السحر وأنه كان يعبد النجوم الرازي يعبد النجوم الرازي هنتم مجسمة الرازي يعبد النجوم الرازي يعبد النجوم الرازي الذي قرر دليل الحدوث وأنه في القرآن موجود وأن الكواكب هذه استدل إبراهيم من حدوثها على قدم صانعها يعبد النجوم لكن جمهور من أو طالب علم مخدر سضحي سقف في العلم أشياء وسيطة استحلال الكذب هذا شيء طبيعي قد تحدثنا عنه في مواضع كثيرة وربما صفة جامعة في أكثر رسائل أن الوهابية يستحلون الكذب على المخالف بغير هذه الطريقة لا يستطيعون استمرار لو صدق وذكر شاعر بما هم فيه وأنصفهم الناس تبعهم لكنهم لا يريدون ذلك القضية الثانية قضية التي هي خاصة استقباح التجسيم بالفطرة وهذه قضية الحقيقة نركز عليها لأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد عبادة حقيقية لإله يشبهه لأنه في نقص أنا ناقص أحتاج إلى من يكملني فإذا كان الذي يكمل ناقصا مثلي نتشابه في أوصاف معينة نتماثل أو نختلف فهذا لا يكون إلها أصلا نعم الإنسان مفطور على المحسوسات فلا يستطيع أن يتصور الله لأنه ليس من جملة تصوراته لم يسبق له أن رآه أو سمعه أو شيء من هذا ولكن كون إله مجسم وله أعضاء وكذا هذا هو سائغ عند الوهابية وهو عندهم يعني ألطف من الماء البارد في الصيف الحار لكن كثيرا من أهل السنة خاصة أهل مصر وأهل الشام يعني حتى وين توهب الفطرة فيها شيء من السلامة لأنه عاش وعاش أبائه وأجداده في أوساط أهل التنزيه فلا يستطيع أن يجسمه بسهولة لا بد من كسر هذا الحاجز الوهابية لهم طرق كثيرة أن هذا التباع الكتاب والسنة أن هذا كذا وكذا ولكن الحقيقة الكتاب والسنة بريئان من هذا التجسيم والنقطة الأخيرة الخاصة في كلام أخينا صدق الالتجاء إلى الله تعالى وهنا في الروضة النبوية في روضة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التجاء إلى الله تعالى فشرح الله صدره هنيئا لك ونسأل الله أن يثبتك وأن يثبتنا على ما يحب ويرضى مع تمام اللطف والعافية وأخذ دعوانا للحمد لله رب العالمين